أهلا وسهلا فيك. رح نحكي بهذا الفيديو عن انعكسات جرح الأم على شخصيتك وعلى سلوكياتك. بس قبل ما نحكي عن هاي الانعكسات خلينا أول شي نعرف شو هو جرح الأم. جرح الأم هو عبارة عن أي ألم أو عدم ارتياح أنت بتشعري فيه لما عما تتعاملي مع والدتك. لما بدك تتحدثي معها لما بدك تتواصلي معها لما بدك تطلبي منها أي شيء أو تعبري عن ذاتك قدامها. فممكن تشعري بعدم الارتياح بالانقباض تحاولي أنك تتجنبي أنك تتواصلي معها أو تخففي التواصل بأكبر قدر ممكن. للأسف هذا الجرح انتقل عبر أجيال عديدة من النساء يعني انتقل من جداتنا لأمهاتنا لإلنا وإحنا ممكن نقلول لأولادنا ولبناتنا كمان. إلا إذا سعينا أنه نتشافى من هذا الجرح وبالتالي نكسر هاي الحلقة المتكررة عبر الأجيال. وبيتجلى هذا الجرح عن طريق آليات تكيف غير صحية وغير متزنة حتى تساعدنا أنه نتأقلم مع هاد الألم يلي موجود بداخلنا. فكيف ممكن تعرفي انعكاسات هذا الجرح عليك وعلى شخصيتك وسلوكياتك؟ هذا الانعكاس ممكن يظهر بعدة صور. أول شيء ممكن يظهر بعدم قدرتك على التعبير بحرية عن ذاتك، عن مشاعرك، عن احتياجاتك ومتطلباتك. فهاي عدم القدرة على التعبير بترجع لعلاقتك مع والدتك. يعني بمرحلة معينة من الطفولة أنت حاولت تعبري، حاولت تطلبي، حاولت تتفاهمي مع والدتك، تتواصلي معها، ولكن أنت تواجهتي من والدتك بالصد أو عدم التفاهم أو عدم الاحتواء أو عدم الاستيعاب من ناحيتها. فهذا الشي بيخلق بداخلك مثل حاجز أنه أنا إذا عبرت عن نفسي، عبرت عن ذاتي، عن رغباتي، عن مشاعري، الآخر رح يصدني أو الآخر رح يرفضني أو ما رح يتفهمني أو حتى ممكن يهاجمني أو ممكن أنه يعاقبني. فهذا الحاجز بيكبر بداخلك عبر السنوات، وبالتالي بصير هذا هو السلوك اللي أنت عم تتبني بحياتك، وهو أكيد سلوك غير فطري، لأن القدرة على التعبير هي شيء فطري رب العالمين خلقوا بداخلنا. الطفل الرضيع من أول ما بيخلق بيصرخ، بيعبر عن ذاته بقول أنا موجود، أنا جيت على هاي الحياة. وبعدين بيكمل كل ما كان في عنده احتياج معين، بتلاقيه بيبكي، بيصرخ لحتى يقول أنا جعان، أنا بردان، أنا مشوب، أنا مزعوج، أنا مريض، أنا عم بتقلم، فبتلاقيه بيعبر عن ذاته. فلما تصير هاي الصدمة عندك مع والدك وما بتعود تقدر يتعبلي عن ذاتك، هذا الشيء بيصير متكرر ومستمر بحياتك وبعلاقتك مع الآخرين كمان. وممكن تنعكس عدم القدرة على التعبير على الطريقة يلي أنت بتظهر فيها قدام الآخرين. يعني أنت ما بتظهر قدام الآخرين بحقيقتك. دائماً بيكون في قناع، دائماً بيكون في شيء أنت عما تغطيه، لأنه إذا أظهرت حقيقتك أو ذاتك بشكل عفوي، بشكل طبيعي، رح يكون بداخلك شعور أنه أنا ممكن أن رفض من الآخرين، والآخرين ممكن ما يتقبلوني على حقيقتي مثل ما أنا. فلازم أكون مقنعة، لازم يكون في شيء عما يغطي الشيء الحقيقي والفعلي يلي موجود بداخلك. سواء كان أفكار أو مشاعر أو معتقدات أو سلوكيات. كمان هذا الجراح ممكن يتجلى عن طريق تحملك للمعاملة السيئة من الآخرين. يعني أنت بمرحلة معينة من طفولتك حصلت لك إساءة من والدتك. ممكن مثلاً صرخت عليك أو النبتك أو انتقدتك أو أي شيء. واعتدتي على هذا النوع من المعاملة من والدتك طول هاي السنوات. فبالتالي بتلاقي إنه هذا هو النموذج يلي أنا بتوقع إنه الآخرين يعاملوني فيه. ما بعد في عندك أي توقع لطريقة تعامل مختلفة. إنه الآخر ممكن يتقبلني، يهتم فيني، يتعامل معي بطريقة حسنة. حتى لو يتعامل الآخر معك بطريقة جيدة بتلاقي بيكون في عندك شك. إنه ليش هيك عما يتعامل معي؟ لأنه مو هذا الشيء اللي أنت معتادة عليه، أنت معتادة على الإساءة. وبالتالي عما تتحمل الإساءة، قد ما تكون كبيرة، قد ما تزيد، عم تضلي عم تضغطي على ذاتك وعما تتحمليها، لأنه هذا هو النموذج يلي تعودت على استقباله من والدتك. وما تعودت على استقبال النموذج المعاكس اللي هو فيه اهتمام وفيه احتواء وفيه تقبل لإلك. الطريقة الثالثة اللي ممكن ينعكس فيها هذا الجروح هو الشعور بالتنافس مع الإناث الأخريات. يعني داماً أنت بتقارن حالك بباقي الإناث، باقي الفتيات أو باقي النساء. هاي ممكن أجمل مني، أو هاي أذكى مني، أو هاي وضعها الاجتماعي أفضل مني، هاي زوجها أفضل، أو أبنائها أفضل، أو عائلتها أفضل. أي نوع من المقارنة عم يعكس شعور بالدونية موجود بداخلك. أنت ما عم تشعر بقيمتك الذاتية الفطرية يلي رب العالمين خلقها بداخلك، وبالتالي عم تشعر أنه دائماً الآخر عم يكون أفضل مني بطريقة أو بأخرى. وما بتعد تشوف الجوانب الإيجابية يلي موجودة بداخلك، ويلي ممكن أنه الآخرين فعلاً هن عم يحسدوك عليها. وكنتيجة لهذا الشيء، ممكن إذا سمعت إطراء أو سمعت مديح أو ثناء عليك، بتحسي أنه أنت ما بتستحقي، أنه ليش هيك عم ما يقوله؟ أنا فعلاً مني هيك، كيف هنا شايفيني بهاي الطريقة؟ لأنه أنت صورتك الذاتية عم تكون مشوهة، فما عم تقدري تتقبلي هذا المديح أو هذا الثناء أو الإطراء من الآخرين. وبتحس أنه أنت ما بتستحقي، وما بيعكس صورتك الذاتية. الإنعكاس الرابع هو إعطاء الأولوية للآخرين، وأنك بتشعر بالذنب إذا أنت أعطيت الأولوية لنفسك. فبالتالي أنت دايماً عم تقدمي الآخر على نفسك، سواء كان عائلتك، أهلك، إخوتك، زوجك، أبنائك، المحيطين فيك، أصدقائك، بمكان العمل. دايماً الأولوية للآخر، وإنت بتيجي بالمرتبة الأخيرة. وفي حال بيوم من الأيام فكرت أنه تهتمي بنفسك أو تعطي أولوية لذاتك أو تعملي شيء بخصك أنت، بتكوني عم تعملي وأنت حاسب بالذنب، حاسب في شيء غلط، عم تلومي نفسك. أنه أنا بخلال هذا الوقت كان فيني أعمل هذا الشيء فرضاً لأبنائي، لزوجي، أو أنجز هذا الشيء بعملي. فبتحس أنه أنت إذا عطيت وقت لنفسك كأنه مضيعة للوقت، ما أنه استثمار جيد لما عم تستثمري بذاتك. دائماً استثمارك عم يكون بالآخرين، وإنت بآخر القائمة بالنسبة لهذه الأولويات. إنعكاس الخامس وهو مرتبط تقريباً بالنقطة السابقة، هو أنه أنت عم تسعي دائماً لأرضاء الآخرين على حساب نفسك. الآخرين لازم يكونوا دائماً رضيانين، لازم يكونوا مبسوطين منك، لازم عم تقدمي لهم كل شيء أنت بتقدري عليه، حتى لو كنت عم تضغطي على نفسك، عم تضغطي على جسمك، عم يكون هالشي على حساب راحتك، على حساب سعادتك، فكل هذا بتحطيه على جنب، وبتكوني دائماً عم تسعي إنه الآخر يرضى عني. سواء كان الآخر أهلك، زوجك، عائلتك، أولادك، المحيطين فيك، أصدقائك، أي شخص آخر هو دائماً إرضائه عم يكون قبل إرضائك لنفسك. وبهذا السعي لأرضاء الآخرين بتحسي حالك مستنزفة، وإنه أنت ما عم ترضي حدا. شو ما عملتي الآخر ما عم يرضى عليكي؟ أو ممكن تتقابلي بعدم التأدير من الآخر، لأنه عم يشوفك الآخر إنه أنت ما عم تقدري نفسك، ومعم تعطي أولوية واحتمام لذاتك، ومعم تعطي الآخر أهمية أعلى منك. فبالتالي الآخر بشكل لا شعوري عم يشعر بهاي الطاقة، عم يشعر بهاي المشاعر الموجودة بداخلك، رح يبدأ ينظر لك بدونية بحيث إنه أنت ما بتستحق التأدير، ما بتستحق الاهتمام منه. شو ما عملتي هو رح يضل مرضيان عنك، فهو دايماً بتده المزيد والمزيد منك، لأنه حاسس إنه أنت دايماً بحالة استجداء واستعطاف لإله لحتى يرضى عليك. الإنعكاس السادس هو تدمير الذات، يعني أنت دايماً بتلاقي حالك بشكل لا شعوري عم تدمري ذاتك، بدون ما تنتبهي، يعني ممكن تدخلي بمشروع وما تكمليه للآخر، حتى لو كان ماشي بشكل جيد توصلي للنصب تتركي، ممكن تدخلي بعلاقات ولا شعورياً يتدمريها، بتصير تعملي أي شيء لأنه تخرب هاي العلاقة، أو ما تنجح، أو أنه الآخر يرفضك. فدائماً أنت عم تحس حالك بحالة تدمير للذات، للعلاقات، للإنجازات تبعتك، لأنه بداخلك شعور عميق بعدم الاستحقاق. يعني أنت ما بتستحق تكوني بعلاقة جيدة، بعمل جيد، ما بتستحق أنه تكون صورتك جيدة قدام الآخرين، فدائماً بتسعي لتدمير هذا الشيء بدون ما تنتبهي، وبدون ما تكوني عم تخططي فعلياً لهذا الشيء. إنعكاس السابع هو التصلب وسيطرة الزائدة. يعني أنت دائماً بتمسكي برأيك، بتمسكي بمعتقداتك، بسلوكياتك، بتحاولي تسيطر على المحيطين فيك، بتحاولي تفرض رأيك على المحيطين فيك، لحتى تثبتي أنه أنت موجودة، أنه أنت قوية، لحتى تغطي الضعف يلي موجود بداخلك. غالباً السيطرة والتصلب والتسلط على الآخرين، هو إنعكاس لضعف موجود بداخلنا. لما الإنسان بحس داخلياً بالقوة بشكل متزن، وما بعود بحاجة لأنه يكون عنيد، وأنه يسعى يسيطر على الآخر، أو أنه يفرض رأيه عليه. بصير فيه عنده تقبل للآخر، بصير فيه عنده ليونيا بشكل أكبر للتعامل مع الآخر، وأنه يلاقي حلول وسط بالنسبة لأي مشكلة عم تواجهه مع الطرف الآخر. ولكن لما يكون حاسس بالضعف أو حاسس بالعجز، منلاقيه عم يسعى أنه يكون مسيطر، وأنه يكون متسلط وعنيد، وما عنده تقبل للآخر. الإنعكاس الثامن والأخير هو حالات الإدمان بأشكالها المختلفة. سواء كان إدمان على مأكلات معينة، سواء كانت حلوة أو مالحة، الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي، على التسوق، على الشراء، على التدخين، على الكحول، على المخدرات، على أي شيء، أي نوع من أدوار الإدمان. أي سلوك أنت بتسلوكي بتحس حالك أنه أنت عم تلجعي له لحتى تغطي مشاعر معينة موجودة بداخلك. فهذا برضو إنعكاس لجرح عميق موجود بداخلك أنت ما عم تتعامل معه، ما عم تتشافي منه، وعم تحاول تغطي هذا الشعور وهذا الاحتياج عن طريق هذا الإدمان بطريقة أو بأخرى. فهي بعض الإنعكاسات الشائعة لوجود جرح الأم عندك. فبدي إياكي هلأ تفكري أنه أي واحد من هدول بينطبئ عليك. هل كلهم بينطبئوا عليك؟ هل بعضهم بينطبئوا عليك؟ وكيف عم ينعكسوا بشكل سلبي على حياتك ومع ما يخلوك فعلا تتفاعل بطريقة إيجابية وبطريقة متزنة أول شيء مع ذاتك، ثانيا مع والدتك، وبالتالي مع المحيطين فيك ومع المجتمع والآخرين. فإذا بتحب تعرفي معلومات أكبر وأعمق عن هذا الموضوع وتلاقي وسائل للتشافي من هذا الجروح وإنعكاساته عليك وعلى شخصيتك وعلى سلوكياتك وتفاعلك مع ذاتك ومع الآخرين. أنا صممت كورس تشافي جرح الأم. هذا الكورس تم تصميمه بدقة وبتفاصيل كتير كبيرة حتى يغطي كل الجوانب يلي متعلقة بجرح الأم وبالتالي يساعدك على أنه تتشافي منها. يتضمن هذا الكورس تدريبات عملية مفصلة لحتى تساعدك تشتغلي على هذا الموضوع خطوة بخطوة. وكمان فيه تأملات عميقة راح تساعدك على أنه تدخلي بأعماق نفسك وبأعماق ذاتك وروحك لحتى تتشافي من هاي الجراح ومن هاي الآلام وترجعي لحالة الاتزان. كمان فيه جروب تليجرام خاص بالمشتركات بهذا الكورس راح يساعدكن على أنه تتفاعلوا مع بعض وأنه تتناقشوا مع بعض بالنسبة لهذه المشكلة. وأكيد هذا الجروب راح يكون بإشرافي المباشر حتى أجاوب على أي أسئلة ممكن تواجهك خلال تطبيقك لهذا الكورس. رابط الاشتراك بالكورس موجود بسندوق الوصف أسفل الفيديو وبكون ممتدل الاشتراكك وانتي هاي الفرصة لحتى تتشافي بشكل عميق من هذا الجرح وتعيش حياتك بشكل أكثر اتزاناً.